اشتركوا في القناة تراجع نسبة إصابات الحوادث إلى 13% خلال الفترة نفسها مقابل 27% خلال عام 2016 كما بيّن المرور السعودي بالتعاون مع شركة نجم أن حوادث النساء آمنة وأقل كارثية من حوادث الرجال العديد من الملفات المتعلقة بالمرور نطرحها الليلة في هلام مع ضيوفي في هذه الفقرة الدكتور علي مليباري رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية بالمنطقة الغربية والأستاذ صالح من نحن يتم مهتم بالسلامة المرورية من استوديهاتنا في المنطقة الشرقية أهلا بك أبدأ مع ضيفي من الشرقية الأستاذ صالح مساء النور لك أستاذ جمال ومساء لجميع المشاهدين في وطننا الغالي ومبروك نقولها ونحن رافعين رؤسنا عاليا بهذه الإنجازات في عهد ملك الحزم والعزم عندما نسمع انخفاض في عدد الوفيات موضوع السلامة المرورية موضوع هاجس ومؤرق يؤرق كل أسرة كل شخص فعندما نشاهد أرقام تتحدث أنتهى وولى جلد الذات عندما كنا نتحدث في الماضي عن شيء اسمه السلامة المرورية ينظروا لعنا الموضوع نوع من الغرابة والبعض يقول وماذا نفعل والشق أكبر من الرقة هذه الجملة القاتلة الحمد لله ولت وانتهت حضرت الملتقة كيف ولت وانتهت أستاذ صالح أقول لك كيف ولت وانتهت حتى نكون إيجابيين لما أشوف أنا مثلا أعطيك مثال في المنطقة الشرقية في لجنة السلامة المرورية وأشاهد أنه عندنا استراتيجية عشر سنوات انخفاض الحوادث والوفيات إلى نسبة نقول 30% كانت استراتيجية وأجد أو نجد نحن في اللجنة والمهتمين واللي شاهد برئاسة سمول أمير سعود بن نايف أن الأرقام والانخفاض تعدى الهدف إلى 41% في خمسة هذه أرقام يعني ما نتحدث جزافة أيضا منظمة الصحة العالمية قبل أسبوع في خبر نشر في الصحف وتناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي انخفاض من 35% على مستوى المملكة هذه منظمة الصحة العالمية وليست أخبار محلية فأقول لهم يعني ممكنني بالغت من الفرحة وقلت ولت أشكرك أنك استوقفتني إن شاء الله نقوله أنها ولت وإن شاء الله نمشي في المسار الصحيح وأشكرك على الإيقاف لأنه ما نريد أن نتكلم عواطف فقط أحسن طيب استاذ صالح اليوم لما يصرح مدير عام المرور اللواء محمد البسامي ببدء تطبيق مخلفات استخدام المسار الخاطئ والدخول على الطرق بصورة غير نظامية خلال عشرين يوم هذا القرار كيف رح يأثر اليوم على الطرق اليوم المشكلة الحقيقية عندنا موه النظام ولا المخالفات ولا تطبيق نظام المرور احنا عندنا مشكلة اليوم في التخطيط في المدن عندنا مشكلة في تخطيط المدن لأن المدن لم تخطط لتستوعب الأعداد المستقبلية والكثافة السكانية الموجودة في مدن كالرياض وجدة والدمان السؤال كيف أنت اليوم بتطبق هذه المخالفة في ضوء عدم وجود تخطيط وهندسة مرورية سليمة هذا سؤالي سؤال جميل بجمال روحك يا أخوي جمال أنا لا أتحدث عن تخطيط المدن وإخفاقاتها أو مناسباتها كلامك صحيح وهنا يجب أن يكون في خلف الشاشة من يجيب على هذا السؤال لكن أنا أخذها بمثال بسيط أنت في الصباح وأنت أخذ أبناء أكل المدرسة الدكتور المدرس اللاعب الفنان المواطن التاجر أي واحد الوضع البسيط لما يذهب في عمله أو تجارته في الشارع البسيط تجد في الصباح من يغثك ويرفع ضغطك ويتعدى يا أخي كثر خير المرور أنه بيوجد النظام يحجم من ناس اللي ما عندها ذوق اسمح لي على العبارة ويتعدان ويزعجين ورفع ضغطي ورفع ضغطي أنا ما أقول لا 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 أطلاقا أنا مع أنه يكون في مخالفة ومع أنه يكون في نظام ومع أنه يكون في ردع لهؤلاء الأشخاص لأنه صراحة يعني يوميا نحن نعاني منها هذه المسألة لكن عشان بس نحن نكون منصفين بعد يعني أنت اليوم لما تبغى تطبق نظام ضع يعني أسس معينة ومعايير وطبق النظام لكن من غير المنطق أنك تطبق النظام على شارع مزحوم تقريبا وقت الذروة فيه من تسعة صباح لتسعة بالليل يعني أي نظام أنت تتوقع أنك تطبق أنا ما أدعو هنا لا يفهم كلامي أني أدعو سيد صالح إلى والله لا للمخالفة وأنه والله الطريق هذا عذر أننا نخالف لا بس نقول أنه ألا يفترض اليوم أننا نشوف وش مشاكل الهندسة المرورية احنا عندنا مشاكل هندسة مرورية اتفق معك وليتك كنت معنا في الملتقى يا ليت لأنه أثناء الملتقى عشرات المتحدثين ومتحدثات شاركونا بتجاربهم إقليميا وعالميا احنا على فكرة ما احنا في صورة وردية لا زي ما قلت وأشكرك على استيقافة البداية الصورة ليست وردية لكن ما زلنا والحمد لله بدأنا نمشي في المسار الصحيح نعم تأخرنا نعم مسارنا أو طريقنا نمشي ببطء لكن الحمد لله احنا بدأنا نمشي في موضوع المؤتمر العديد من المشاركين شاركونا بتجاربهم بنجاحاتهم بإخفاقاتهم على فكرة حتى الغرب عندما يعملون تجارب مثال بسيط في السويد أتوا برؤية الصفرية زيروا في جنين ما يكون عندهم وفيات ما استطاعوا وصلوا إلى وفيتين بالسنة فهل هذا إخفاق؟ لا هم حاولوا فإحنا الآن إذا بدأ المرور يطبق المخالفين تخيل داخل المدن الإشارات والشوارع اللي فيها خطوط من الملاقيف لا أسمح لي أقول عبارة الملاقيف إذا تأدبوا بعدين الطرق والمواصلات والجهة المعنية والبلديات والأمانات يتعاونون مع المرور وقال إشماعة الخير عندنا شوارع فيها خلال شوارع رائحة فيها أتفق معك على سبيل المثال الجبال اللي الدمام عندنا رائح فيها فما أقول لك أن عندنا كل شيء واو لكن مداما فيه نظام خلنا نبدأ نطبق طيب صرح برضو أو ضمن التصريح أستاذ صالح تحدث المرور عن أن حوادث النساء أقل كارثية وش يعني حوادث النساء أقل كارثية والله هذا أبو عبد العزيز سعادة اللواء أبخص وهم أدرى بالأرقام لكن خلنا نقول نسبة وتناسب لو نأخذنا عدد السيدات الذين يقودون في بلدنا خاص بعدما صدر الأمر السامي مؤخرا فلا إن يكون النسبة عالية ممكن ربما نقول ربما توصل عشرة في المية فلابد بناء على النسبة القليلة هذه لا بد أن يكون الحوادث الكارثية أقل في أمر آخر لا بد أن نعترف به لو شاهدت يا أخي جمال جمال المدارس مدارس السيدات محاكاة متدربات الأرضية السيارات يعني جمال في جمال يترتيب ونظام ورقي واحترافية وعالمية بينما مدارسنا إحنا يا معشر الرجال رايحة فيها فيا ليت نبدأ إحنا نطالب بالمساواة كما كن السيدات طالبوا بالمساواة في الماضي هذا وقتنا إحنا طيب المرور أعلن أيضا إذا تذكر استصالح قبل فترة أنه سيكون هناك يعني يقاف للخدمات من يصل أو من تصل مخالفاته العشرين ألف ولم يتم استداد خلال ست أشهر من إبلاغه بذلك هل الهدف اليوم من الأنظمة المرورية سالسالة هل الهدف دائما من الأنظمة المرورية هو الردع هل الهدف هو الوعي هل الهدف هو العقوبة ما الهدف من الأنظمة المرورية والله أكون صادق معك أبو أفروضي أنه الهدف شامل عقوبة وردع وتحفيز مثال بسيط في لجنة السلام المرورية في جائز سايق المثالي في عامها الخامس استحدث السنة هذه أن المخالف الذي عليه مخالفات يكون سائق مثالي البعض يستغرب ولكنها فكرة جميلة وتشجع أن الشخص المخالف يسجل وإذا انطبق عليه النظام ولم يقترف أي مخالفة لمدة ستة أشهر يمكن يفوز وتسدد عنه مخالفات من خمس ألاف حسب علمي حد أدنى إلى ثلاثين ألف وهذه على قولهم نظرية جنبية كاتش مي دوينغ رايت الجميل فيها أنه بدل ما تتصيد عثراتي تتلمس وتتحسس حسناتي فهذا الجانب الجانب الآخر تراكم المخالفات أنا أقولها بصراحة غلطة من المتسبب فيها ومن هو يعني بدل ما نشر على الاتهامات ونقول من المتسبب الآن وكتبت أكثر من مقال في هالموضوع مقترحات أقولها الآن خلف شاشتكم في برنامجك يا هلا أنه الأشخاص اللي عليهم مخالفات في عدة طرق منها على سبيل المثال أخي جمال من لم يرتكم مخالف ستة شهر ينقص عنهم المخالفات خمسة في المئة عشر في المئة يتفق عن نسبة إذا زاد اثنى عشر شهر تزيد النسبة أيضا ممكن يوظف المخالف اللي عليه مخالف مغالق طائلة إلى جمعيات خيرية بوظيفة خارج دون جزئي والراتب يروح عن طريق مؤسسة النقد دايركت للتحكم حتى تنقص عنها المخالفات فيصبح الشخص هذا فعال الأمر الثالث ممكن يوظف في مستشفيات دور النقاها أنه يؤدي دورات أنه يقوم بعملية ترتيب تنظيف يخدم المعاقيم عقوبات بديلة أكثر من عصفور هي بزبدتها وعقوبات بديلة لكن أقولها بالتفصيل ومع الوقت إن شاء الله سيجد الشخص أنه بدل ما كان من جانب المجهول أو السلبي أو يقول خلاص ما أسد مين وخلي مين فقط حتى لو تم إيقافة إيقافة خدماته ستتأثر العائلة بإيقافة الخدمات فلا نريد أن يكون يدفع زيد وعبيد يعني جرم اخترفها سائق في وقت لا مبالا ما يتعلق بالإحصائية عندما اليوم لما نقول أنه انخفاض نسبة الحوادث في عام 2019 إلى 14% مقارنة ب 26% في 2016 وتراجع نسبة إصابات الحوادث 13% مقابل 27% خلال عام 2016 أنت كنت من ضمن من ضمن الحاضرين والأشخاص اللي جمعك عدة لقاعات سواء مع مدير عام المرور اللي هو محمد البسامي أو من خلال اهتمامك بالسلامة المرورية وش منهجية إجراء هذه الإحصائيات كيف يتم قياسها أنا والله لا أستطيع أن أجاوب عن المرور في هالجانب هم أدرة ولهم ألياتهم لكن بحكم الطلاعي وقربي من لجنة السلامة المرورية لديهم منصة دقيقة وتعمل إحصاءات الحادث وقت الحادث عمر السائق المركبة النقاط السوداء التي أتمنى أن تقوم بزيارة للمنصة هذه وتعرضها للجمهور خلف الشاشة أقيد المرور لديهم نفس الآلية وبرضو توجه دعوه من خلال شاشتك الجميلة إلى الأخوة في إدارة المرور أو المعنيين حتى يعطوك الجواب الشافي والكافي لكن أنا أرى من خبرتي ومن علاقتي باللجنة السلامة المرورية وشفتها بالنفسي وخلال لحظات يا أخي جمال على قول المترف كليك تبغى أي معلومة أي حصاء ما شاء الله تبارك الله مراكز الضبط في جميع محافظات المنطقة الشرقية وهذه اللجنة هي رأس السلامية سعود بن نايف وحريص دائما عندما يجتمع مع أمين عام اللجنة السيد عبدالله بن سعد الراجحي ولجنة العليا ولجنة التنفيذية يعني شغل احترافي ومرتب شكرا جزيلا لك الأستاذ صالح بن نحنية تم المتم بالسلامة المرورية نحن ننتقل للفاصل ثم نعود مع ضيفنا من جد دكتور علي مليباري رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية بالمنطقة الغربية لأيضا استكشاف عدد من النقاط حول وأخذ مزيد من الإضاحات حول هذا التقرير الصادر أو حول هذا التصريح الصادر من لدالة العامة المرور فاصل نعود حياكم الله من جديد لازال حديثنا عن التصريح الأخير لمدير عامة المرور اللواء محمد البسامي والذي أوضح فيه أنه سيتم تطبيق مخالفات استخدام المسار الخاطئ خلال 20 يوم وكذلك أشار الانخفاض نسبة الحوادث من 14% إلى 26% حول هذا الموضوع استضيف معي من جد دكتور علي مليباري رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية بالمنطقة الغربية حياك الله معنا دكتور علي وشكرا لتلبية الدعوة أشكرك أستاذ جمال على الاستضافة الكريمة وشكرا لك وأستاذ المشاهدين ومشاهدات حياك الله دكتور أنا كنت أسأل السؤال هذا وعيد تكرارا إذا سمحت لي اليوم أعلن أنه فيه انخفاض بنسبة الحوادث في عام 2019 إلى 14% ما هي المنهجية التي قامت بالخروج بهذه النتائج إحصائيا؟ هو بلا شك هو جهد حثيث ومبذول من قبل عدة جهات أنا في رأيي أبرزها من قبل اللجنة الوزارية للسلامة المرورية التي انشأت بقرار من مجلس الوزراء وتحت مضلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برآت السمسيدي وعلى أهد أمير محمد بن سلمان الذي يبدل الدعم اللام حدود لهذه اللجنة التي تعني بكافة مسجدات المرورية ودعم الجهات ذات العلاقة عبر تشريعات أمور ضبطية هندسية توعوية تثقيفية تعليمية تهتم بالشأن المروري إضافة للجهود الحثيثة الحقيقة الواضحة والبارزة من قبل الوزارة الداخلية ممثلة في إدارة عامل المرور وقوات أمن الطرق التي اهتمت حقيقة برفع مستوى الضبط المروري هذا كان أمر مهم أستاذ جمال إضافة إلى التوسع في ازدياد أو استخدام وسائل التقنية بما يكفل بالحد من التقليل أو التقليل أستاذ جمال طبعا لا ننسى أيضا التكامل الهندسي مع العلاقات مع الجهات ذات العلاقة طبعا أبرزها وزارة النقل وزارة الشؤونة بلدية وقلوية في معالج المعقل الخطرة وتحسين مستوى السلام على الطرق في أمر مهم أيضا دور وزارة الصح حقيقة هنا الأرحمن السعودي في تحسين زمن الاستجابة للطوارئ وتطوير الخدمات المقدمة للضيوف هذه الأمور بلا شك قوانين وأنظمة وتشريعات نحرص عليه نحن كجمعية هو دورة توعية بأمانة الجهات المذكورة قامت بجهود توعية سابقة بشكل لافت وبارز كنا في السابق فقط نعتمد على الشأن المرور من خلال أسبوع المرور فقط في السنة لأن هناك حملات مرورية مكثفة أقرب مثال هو ملتقى الساموري الخامس الذي نظم مأخرا في الدمام إضافة الشيء بالشيء يذكر أسبوع القادم هنا في جدة هنا فعاليات الأمن والطرق قبل ذلك في أسابع كانت في الشرقية الإدارة عاملة مرور عملت مؤتمر السامورية في شهر مالس من عام الماضي لسنا نعتمد أن أسابع مرور وإنما حملات توعية مرورية هذين الخطين المتوازنين عندما يعملان مع بعضهم البعض الضبط مروري الصالم إضافة إلى التوعية المرورية المكثبة على مدار السنة أعتقد من الطبيعة نصل هذا الرقم والأمر الكبير في أن هذا الرقم ينخفض شكل أكبر سلامت القادم طيب أنت جيت على ذكر جزئية معينة دكتور علي وهي قضية التعاون بين المرور والجهات المعنية بهندسة الطرق هناك حديث كبير جدا يدور بين أوساط المهتمين بالسلامة المرورية أنه قبل أن نتحدث اليوم عن عقوبات بديلة عن مخالفات عن 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 نحن نحتاج إلى وجود هندسة مرورية وأن تطبق على أرض الواقع يعني خلينا نأخذ مثال مدنتين كبار الرياض جدة الرياض وجدة تشهد الكثير من المشاريع يعني مشاريع البنية التحتية الضخمة على مدار الثلاث سنوات الماضية مدن تتغير تتغير بشكل كبير جدا ومتسارع صحيح لكن هذا ما يترافق اليوم ويمكن يلمس كل سكانها المدنتين ما يترافق في جهد يبذل من المرور هو مشكور وكل رجل أمن نحن نرفع له اليوم القبع وارفع له العقال لكن لا زال هناك كثير من خلينا نقول كثير من العتل على المرور تجاه هذه الطرق أنت كيف ترى ذلك شوف أستاذ جمال أنا أتفق معك الجانب الهندسي برغم أنه لو ذكرنا الإحصائيات هذا على مستوى العالم نظمة الصحة العالمية تقول أن أكثر الأخطاء على مستوى العالم تشكل بسبب 90% من قبل عوامر بشرية 10% من قبل عوامر أخرى من ضمنها عناصر الطريقة عناصر المهم اللي هو أحد عناصر الساموري اللي هو الطريقة صحيح لكن أنا أتفق معك أنه هناك نحتاج فعلا إلى تكامل الهندسة أكثر كثافة من الوضع الحالي في أمر التحسين بعض الطرق بعض المداخل بعض المخارج بعض الطرق البديلة الرحلة الذهنية عندما يرسومها الشخص وخارجه ومنزله إلى مكان عمله أو مدرسته أو جامعته أو أي مكان آخر طبعا يكتشف بعض الحال هناك مثلا أمور تحتاج إلى مداخل ومخارج معين المحاور توفل الزمن الأقرب كل هذه الأمور تحتاج بلا شك إلى تكامل هندسي بين الجهة الرقابية الشارع المرور وأيضا بين الجهة المصممة ومنفذة اللي هي الأمانة داخلة المدينة وزارة النقل بين المدن طيب أحد مشاكل الازدحام خلينا نقول المروري وأنا شخصيا هذا رأيي أرى أنها قد تكون مسببة أيضا من أسباب الحوادث أنه اليوم الطرق المكتظة في حال حدوث حادث عليها لا سمح الله الطريق كله يتوقف الطريق كله يتوقف بالمقابل لدينا شركة واحدة لمباشرة الحوادث على كل مستوى المملكة نحن بحجم قارة وعندنا شركة واحدة السؤال لماذا هناك شركة واحدة فقط ورجعنا لقبل ذلك أستاذ جمال كان الوضع ليس هناك شركة كان مرور صحيح وبالتالي كان الحل الأمثل في تلك الفترة هو وجهة شركة نجيم بلا شك الآن الجهود مبذولة والتقييمات متوفرة بحيث بأداء هذه الشركة وأنا كشهد حق أقول في هذه الشركة أن تعمل بجهد رائع لكن أنا أتنفق معك أنه لا بد هناك تطوير الخدمات أنا أعتقد أن إدار عامل المرور في طور استحداث أنظمة تعزز وجود شركات أخرى لتنظيم الحركة الانسيابية مباشرة المخالفات الحدث موعد طريق وأنا أتوقع في 2020 أو العامل قادم الكثير سنجد تنافس بين هذه الشركات لتقديم خدمة أفضل مثل أي قطاع حيوي هام آخر وهذا هو ما تمنى دكتور علي مليباري رئيس الجمعية السعودية للسلام المرورية بالمنطقة الغربية مقدمة لنا إضاحات حول الجهود التي تبذلها أو تبذلها الإدار العامل المرور خلال هذه الفترة لتأصيل مبدأ السلام المرورية على طرقنا لا شك أنه الجهد المرور وجهد الجهات الأخرى واللجنة الوزرية واضح لكن إحنا لازلنا نأمل الكثير والكثير والكثير من قبل الإدار العامل المرور ختام يهلاود ننوه فقط نستكمال ليالي هلاف فبراير الساهل التي تشهدها العاصمة الكويتية ضمن فعاليات مهرجان هلاف فبراير عشرين عشرين تحيي الفنانة بلقيس حفلها الغنائي بمشاركة الفنان حسين الجسمي هذه الليلة وبعد دقائق من الآن بإمكانكم مشاهدة الحفلة رسم تابع هذه السهرة الطرابية على قنوات روتانا خليجية روتانا موسيقى والبيسي ختامي أهلا إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى